السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع لابتدائي طاب يومكم أتمنى أن تكونوا بخير نبدأ في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية معي معلمتكم الأستاذ العنود العتيابي برفقة زميلنا الأستاذ معاذ القرعاوي في لغة الإشارة بسم الله نبدأ درسنا السابق آدم ونوح عليهم السلام كان لدينا واجب طلاب وطالبات هيا بنا نستعرض أسئلة الواجب السؤال الأول من بعث الله للناس بعد وفاة النبي آدم عليه السلام السؤال الثاني ما الأحداث التي حدثت للنبي نوح عليه السلام أثناء دعوته لقومه لعبادة الله السؤال الثالث عدد وعددي صفات الأنبياء نبدأ بالسؤال الأول من بعث الله للناس بعد وفاة النبي آدم عليه السلام ممتاز بعد وفاة نبي الله آدم بعث الله النبي نوحا وأخذ يجعو إلى توحيد الله في قومه تسعمائة وخمسين عاما ولم يستجب له إلا عدد قليل أحسنتم إجابة صحيحة بارك الله فيكم أنتقل للسؤال التالي ما الأحداث التي حدثت للنبي نوح عليه السلام أثناء دعوته قومه لعبادة الله ممتاز نوحا يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة أمر الله أمر الله لنوح عليه السلام ببناء السفينة ركوب المؤمنين في السفينة واستحاب زوجين اثنين من كل المخلوقات حدوث عذاب الله بالطوفان وغرق الأرض وغرق غير المؤمنين أحسنتم نجاة نوح عليه السلام ومن معه عدد وعددي صفات الأنبياء ممتاز الصبر العزيمة الطاعة المثابرة الثقة القيادة هيا بنا نراجع درسنا السابق صف وصف حال الناس بعد وفاة النبي آدم عليه السلام بعد وفاة نبي الله آدم عليه السلام انحرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام إجابة صحيحة ما زلنا طلابي وطالباتي في الوحدة السابعة الأنبياء انتهينا في الدرس السابق من الدرس العاشر آدم ونوح عليهما السلام لدينا اليوم بإذن الله الدرس الحادي عشر أولو العزم من الرسل ما الهدف من دراسة هذه الوحدة نعم سوف أتعلم في هذه الوحدة سبب إرسال الأنبياء عليهم السلام الاقتداء بأخلاق الأنبياء عليهم السلام العبر والدروس من قصص الأنبياء عليهم السلام علاقة وطني بالأنبياء عليهم السلام درسنا السابق عن آدم ونوح عليهم السلام والآن نستمع لهذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم هنا في هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصبر كما صبر أولو العزم وأولو العزم هم الأنبياء الأربعة نوح عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام داود عليه السلام ودرسنا لهذا اليوم إن شاء الله أولو العزم من الرسل وهم نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام داود عليه السلام يحوي درسنا المحاورة التالية الحكمة من إرسال الرسل أولو العزم من الرسل الكتب السماوية قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام بناء النبي إبراهيم عليه السلام للكعبة يتوقع من الطالب والطالبة إن شاء الله أن يذكر الحكمة من إرسال الرسل أن يسمي أولو العزم من الرسل أن يعدد الكتب السماوية أن يتحدث عن قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام أن يصف بناء النبي إبراهيم عليه السلام للكعبة لدينا سؤالين تحليليين في بداية الدرس لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين من هم أولو العزم من الرسل؟ نتعرف على إجابتهما بإذن الله من خلال درسنا لهذا اليوم أولا الرسل والأنبياء قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم قلنا أن الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر كما صبر صبر أولو العزم من الرسل قبله فمن هم أولو العزم من الرسل؟ من هم أولو العزم من الرسل؟ ممتاز هم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى ومحمد عليهما السلام لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين للناس؟ أرسل الله الأنبياء والمرسلين من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا نعبد الله واجتنب الطاغوت صدق الله العظيم إذن دأم أرسل الله الأنبياء والمرسلين من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده أيضاً إرشاد للناس والرحمة بهم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من هم أولو العزم من الرسل؟ واحد نوح عليه السلام اثنان إبراهيم عليه السلام ثلاثة موسى عليه السلام أربعة عيسى عليه السلام خمسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن عدد أنبياء أولو العزم من الرسل خمسة أنبياء نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى على الأنبياء الكتب السماوية ما هي الكتب السماوية طلابي وطالباتي؟ كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وهي إبراهيم عليه السلام أنزل عليه الصحف موسى عليه السلام أنزلت عليه التوراة داود عليه السلام أنزل عليه الزبور عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الكريم إذن الكتاب الذي أنزله الله على نبينا إبراهيم عليه السلام الصحف الكتاب الذي أنزله الله على نبينا موسى عليه السلام التوراة الكتاب الذي أنزله الله على النبي داود عليه السلام الزبور الكتاب الذي أنزله على النبي عيسى عليه السلام الإنجيل الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم إذن هذه الكتب السماوية التي الله أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه تأييدا لهم ولإقامة الحجة على الناس علل وعلي لإرسال الله الرسل للناس ممتاز أرسل الله العنبياء والمرسلين من أجل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أحسنتم أيضا من أجل إرشاد الناس والرحمة بهم قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأهتمم مكارم الأخلاق من هم أولو العزم من الرسل قمتاز نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم أمامنا مجموعة أو أسماء الأنبياء وأسماء كتب سماوية السؤال يقول ربط وربطي بين الأنبياء عليهم السلام والكتب السماوية التي أنزلت عليهم أترك لكم دقيقة للتفكير في الإجابة على هذا السؤال موسى عليه السلام موسى عليه السلام اشتركوا في القناة موسى عليه السلام chant اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنتم القرآن الكريم اجابة صحيحة نبدأ بالنبي ابراهيم عليه السلام في درسنا لهذا اليوم يلقب عليه السلام باب الأنبياء ولد في مدينة بابل في العراق اذا يلقب النبي ابراهيم عليه السلام باب الأنبياء ولد عليه السلام في مدينة بابل في العراق جاء يجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء والرسل والاقتداء بهم في صدق الإيمان وحسن الخلق والعمل بشريعة الله عز وجل التي أرسل بها خاتم الأنبياء المرسل إلى الناس كافة وإلى العالم أجمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان إذا من لقب بأب الأنبياء طلابي وطالباتي؟ أحسنتم لقب إبراهيم عليه السلام بأب الأنبياء أين ولد النبي إبراهيم عليه السلام؟ أحسنتم ولد النبي إبراهيم عليه السلام في مدينة بابل في العراق إجابة صحيحة الآن ننتقل إلى دعوة النبي إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أخذ يدعو أباه وقومه لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فاستجاب له عدد قليل وقد عزم قومه على إلقائه في نار كبيرة إلا أن الله أنجاه ولم تحرقه وهي معجزة من الله عز وجل له إذن بدأ النبي إبراهيم عليه السلام يدعو قومه وأباه إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام إلا أن قومه قاموا بإلقائه في نار كبيرة وأنجاه الله سبحانه وتعالى من هذه النار وأصبحت معجزة لهم أيضا أمر الله سبحانه وتعالى النبي إبراهيم عليه السلام بالانتقال من فلسطين إلى مكة المكرمة برفقة من؟ برفقة زوجته هاجر وابنه إسماعيل ولم يكن فيها ماء ولا عشب لم يكن في مكة المكرمة لا ماء ولا عشب وأن يتركهما هناك لتحدث معجزة ألا وهي معجزة ماء زمزم ماء زمزم حيث هرولت هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن الماء وكان إسماعيل يبكي من شدة العطش ويضرب بقدميه الأرض فانفجرت عين زمزم تحتهما بأمر من الله سبحانه وتعالى إذن أمر الله النبي إبراهيم عليه السلام بالانتقال من فلسطين إلى مكة المكرمة برفقة زوجته هاجر وابنه إسماعيل ولم يكن في مكة المكرمة ماء ولا عشب وأن يتركهما هناك لتحدث معجزة ماء زمزم حيث هرولت هاجر بين الصفا والمروة بحثا عن الماء وكان النبي إسماعيل عليه السلام يبكي من شدة العطش ويضرب بقدميه الأرض فانفجرت عين زمزم تحتهما بأمر من الله سبحانه وتعالى هذه الصورة توضح لنا الأحداث التي حدثت لسيدة هاجر وابنها إسماعيل عندما انتقلوا إلى مكة المكرمة هذا الصفا وهذا المروة من هنا كانت تهرول السيدة هاجر بين الصفا والمروة وهنا بئر زمزم مكان انفجار عين زمزم وهذه القعبة وهنا مقاهم إبراهيم بماذا أمر الله إبراهيم عليه السلام أحسنتم أمره الله إبراهيم بالانتقال من فلسطين إلى مكة المكرمة برفقة زوجته هاجر وابنه إسماعيل ولم يكن فيها ماء ولا عشب أن يتركهما هناك لتحدث معجزة ما زمزم أحسنتم إجابة صحيحة أيضا أمر الله سبحانه وتعالى النبي إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبني في مكة المكرمة أول بيت لعبادة الله سبحانه وتعالى فبنى الكعبة مع ابنه إسماعيل فلما ارتفع البنيان قام إبراهيم على حجر وهو مقام إبراهيم الذي يوجد قرب الكعبة وقد دعا إبراهيم لمكة وما حولها حيث قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات صدق الله العظيم الآن طلابي وطالباتي نفتح الكتاب المدرسي للإجابة على نشاط 1 صفحة 69 النشاط يختار الطلبة السبب والنتيجة من العناصر الآتي ويضعونها في الجدول الآتي الجدول الأمامنا مصنف إلى خانتين السبب هنا وهنا النتيجة نقرأ العناصر بكاء إسماعيل عليه السلام من سدة العطش تكسير إبراهيم عليه السلام للأصنام هرولة هاجر عليه السلام بين الصفا والمروى بحثا عن الماء دعوة إبراهيم عليه السلام قومه لعبادة الله وحدهم نريد أن نصنف هذه العناصر إلى الأسباب والنتائج إذن السبب بكاء إسماعيل من شدة العطش النتيجة أحسنتم طلابي وطالبات هرولة هاجر بين الصفا والمروى بحثا عن الماء أيضا السبب دعوة إبراهيم عليه السلام قومه لعبادة الله النتيجة تكسير إبراهيم للأصنام التي كان يعبدها قومه إذن إجابة صحيحة بارك الله فيكم ما زلنا في النشاط رقم واحد ننتقل للفقرة باء لماذا ينزل الله كتبا من عنده على الرسل؟ لماذا ينزل الله كتبا من عنده من عنده على الرسل؟ أحسنتم قلناها قبل قليل لإقامة الحجة على الناس وتأييد للرسل وإظهار صدقهم إجابة صحيحة من هم أولو العزم من الرسل؟ ممتاز أحسنتم نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم إجابة صحيحة اربط وربطي بين الأنبياء والكتب السماوية التي أنزلت عليهم الكتاب السماوي الذي أنزل على موسى عليه السلام أحسنتم التوراة الكتاب السماوي الذي أنزل على إبراهيم عليه السلام الصحف وارك الله فيكم الكتاب السماوي الذي أنزل على داود عليه السلام الزبور أحسنتم الكتاب السماوي الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ممتاز القرآن الكريم إجابتكم صحيحة ماذا فعل قوم النبي إبراهيم عندما علموا بنبوته وكانت معجزة له أحسنتم عزم قوم إبراهيم عليه السلام على علقائه في نار كبيرة إلا أن الله هنجاه ونم تحرقه وهي معجزة من الله عز وجل له إجابة صحيحة ناقشنا في درسنا المحاولة التالية الحكمة من إرسال الرسل أولو العزم من الرسل الكتب السماوية قصة نبي الله إبراهيم بناء النبي إبراهيم للكعبة لدينا واجب طلابي وطالباتي السؤال الأول من هم أولو العزم من الرسل بماذا أمر الله نبينا إبراهيم عليه السلام إذا لدينا سؤالين في الواجب منهم أولو العزم من الرسل وبماذا أمر الله نبينا إبراهيم عليه السلام في ختام درسنا نستودعكم الله إلى لقاء جديد شكرا لكم وحسن استماعكم شكرا لكم وحسن استماعاتي